المواجهات في السودان ليست فقط الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع ولكن أيضا في التصريحات الصادرة عن كل من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان من جانب واحمدت قائد الميليشيا من جانب آخر البرهان أكد في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال السودان أن الانتصار على الميليشيا بيت قريبا دعاويل للحرب والتفاوض والبحث عن السبل والمسالكة التي توقف الحرب نقول أننا مع ذلك وأن الطريق ليقاف الحرب واحد وهو خروج الميليشيا المتمردة من ولاية الجزيرة وانبقية مدن السودان كما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة ما يعادت كل المنهوبات من أموال وممتلكات المواطنين والمنقولات الحكومية وإخلاء مساكن المواطنين والمقارة الدولة فإن أي وقف لإطلاق النار لا يضمن ما زكر لن يكون زاقيمة فالشعب السوداني لن يقبل أن يعيش وسط هؤلاء القتلى والمجرمين ومن ساندهم البرهان أكد أن الطريق لوقف تلك الحرب لن يكون إلا بخروج هذه الميليشيا من المدن والمواقع التي تسيطر عليها الدول الأعضاء في الهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا إيجاد أكدت أنه لا سبيل لوقف الحرب في السودان إلا بلقاء مباشر بين البرهان وحمدتي وهو الأمر الذي أعلنت جيبوتي تعذر حدوثه قبل أيام كما دعت الهيئة إلى إقرار خارطة طريق من ست نقاط لتهديئة الوضع على الساحة السودانية الجهود الدبلوماسية لم تحقق المأمولة منها بعد توقف الاشتباكات ما جعل ميليشيا الدعم السريع تحقق بعض المكاسب بسيطرتها على ود مدني إحدى أكبر مدن السودان التي كانت ملاذا آمنا بالنسبة لمواطنيه المواجهات في السودان لا خاسر فيها سوى الشعب حيث تشير الإحصاءات إلى دخول مليون وثمانمائة ألف شخص تحت خط الفقر وذلك بعد تراجع متوسط الدخل بنسبة أربعين بالمئة فضلا عن خسائر في اقتصاد السودان وبنيته التحتية تقدر بمليارات الدولارات ترجمة نانسي قنقر